وعشرين شعبان يعني ربنا رائد أنصوم رمضان مع بعض انت ايه ده انت ملبتش جلبية ليه ما دي جلبية باش ده قميص مش جلبية السلام عليكم السلام عليكم اهلا يا حامد تعال سلم على عمك ناجي بيك عطالله واخواتك من مصر اهلا بالعم ناجي حامد ابني نقيب في حماس ونعم الناس قدتوا لنظرتوا وصمدتوا وقفتوا قدام الجيش الاسرائيلي وعلمتوهم الادب السلام عليكم يا جماعة وعليتم السلام عليكم ناجيب ابني الوسطاني امين سر الشبيبة في غزة منفتح ونعم الناس انتو تاريخ النضال الفلسطيني انتو لاطلقتوا اول رصاصة والرميتوا اول حجر بسر خير يا جماعة بسر خير ياسر ابني الزغير اخر العنقون وده معدول ولا معدول لا هذا مع المورستان هذا بحاله بسانا كاما ياسر رابعكمبيوتر ونعم الناس انا عادي لي دماغi لحالي غير اخويا حامد واخويا نجيف انا شخصيا شايف انة مفيش فايدة عشان هيك كل اسبوع زمن وبخلص الجامعة واهج بعيد عنهان انا بقى بحب الدماغ دي اوي اصلا انا زيك كده، غاوي هجاجان ونويت روح فين؟ امريكا؟ اعوذ بالله لا يا عم، انا مرتب حالي على السويل هم الخواجات صح في اوروبا ده انت تلاقيك مربط مع موزة هناك يا عم هي هيك، صار ان اربع سنين متقابل عشاد جمر، بتقول للجمر جوم لك قعد مطرحة ايش يا بش مهندس، ليش جاعد بعيد هيك؟ احنا ما بنحكيش في السياسة يا زلمة لا اصلا انا امي وحشيتني يا عمي بس هيك، طب ما تحكي يا؟ هو ممكن خد، بس دير بالك احسن بيكتع على طول انتو ما عندكوش داسكو في غزة؟ طيب ايه يا بابا وانت وحشني اكتر حبيبي تؤمنني على صحتك يا سيدي اناك كويس الحمدلله، المهم انت خلي بالك من نفسك لا لا بابا كيبش في وقت الكلام ده، انا اصلا مش هينفع اطول في المكلمة بس انا حاول كلمك قريب ان شاء الله خلي بالك من نفسك يا بوكبات ايو كده، لا اله الا الله والله يا اخي حامد، اللي انتو بتعملوه ده ربنا هيكفئكم عنه ويجزيكم خير ان شاء الله عشان كده الشعب يختاركم ومهما كان الصهينة عندهم سلاح ومهما كانت امريكا بتساعدهم دولة الفجور والضلال والفسق قادر ربنا ينصرك على القوم الكافرين يقول تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، صدق الله العظيم الله يفتح عليك يا شيخ حسد انما انت ما قلت ليش ايش جايين تسوهان ده سؤال لا استطيع الاجابة عنه يا اخي حامد اعذرني لكن تأكد اننا بصدد مهمة كبيرة جدا ادعلنا اخي حامد ربنا ينصرنا ادعلنا شباب، لو بدكوا اي شي ها، اي شي قولولي ما تخجلوا، وانت اخواتي ها ربنا يحفظك يا بدل اصول يعني لو سمحت انا جيب ممكن اطلب منك طلب انت تؤمر اتهامي كنت عايز تليفونك اتطامن على خطبتي في مصر بس هيك تتكرم عيونك بس هيك اطلبها شكرا لما حماس مسكت السلطة بعد الانتخابات طلبوا من فتح انهم يسلموا اسلاعهم باو دا المفروض برضا بطارق بس لهم دلوقتي السلطة التشريعية عشان المساء المتبقاش فوضى منيح ابني نجيب مارضيش يسلم اسلاحه كان ابني حامد وقف له ايه الولاد كانوا حيقعوا ببعض يا ناجيبيك الا ودي شغلانة ايدي وانت كالرأيك ايه مفيش حدا بيسلم اسلاحه البلد معرّض للضرب كل يوم يا ناجيبيك احنا قبل ما نفتش معه لازم نشوف في الصهاينا ايش بيسوه احنا واقفين البعض وسعيبين عدونا يمنا راحب كيبو وانت شاف اخرتها ايه بطارق هاينا عايشينا بين ما نشوف اخرتها ولا عمرينها ما تبين يا ناجيبيك نحن سوينا اللي كترنا عليه والدور دلوقت للشباب الحياة الشكلو ما يطمينش ابدا ايه بطارق ايش اخر اخبار ونقطة في مصر لا احنا عايزين بقى نسمح نقطة غزوية اصلا عندنا ازمة نقطة كبيرة في مصر قولينا انت واحدة يا ياسر طيب اسمعونا في اتنين محششين من غزة واحد بيقول له التاني ايش رأيك احنا الاثنين نصير فنانين قال له كيف قال له بسيطة قوله انت بتصير فنان تشكيلي وانا بصير فنان اشكيلها شك أنا كشكيشي دائما طب اسمع دي غزاوي راح يحج عم شاف الناس بيرجموا إبليس بالإحجارة جاب عجال سيارة وولّع فيه مصيرا تقريب عقلك ياسر دمت مصيدا ياسر دماغو مقلوبة هو هيك طول النهار والليل بيتمسخر وبينكس طب اسمع هادي قررت الغزازوة والنبالسة والخلايلة يبني جسر بين هل بدون الثلاثة الغزازوية قالوا الحديد علينا والنبالسة قالوا الحجار علينا والخلايلة قالوا السمنت علينا بعد أسبوع وقع الجسر فوق دماغ الناس قالوا الخلايلة يا خسارة راحوا السمنتات والنبالسة قالوا يا خسارة راحت الحجارة الغزازوية قالوا منيح ما حطينا حديد كان راح علينا أنا توت وأنا كمان طب يضحك سوف اريد الله لا اسمع هادي يا ناجي بيك اعلنوا منع التجول في غزة قام طلعوا اهل غزةirل عشان يشوفوا ايش القصه بحكوش لي قل لي ابو طاري هو انتو قرائب الصعيدة اي نعم احنا اولاد عم الصعيدة يعني لو ما كانش فينا عرق صعيدي كنا صمدنا كلها الصمود يا ناجي بيك ايه ده ده مش نقط اه والله ليك حق ابو طارق طبعا اذنك بقى يا ناجي باشا على فين ابراهيم هنزل مع ياسر شوية فرجني على البلد اصليعوني ما شفت غز ياسر اه والله اه اوه ده ما تلبليش دمار خليهم يطلعوا يطشوا الشباب بدهم يتفسحوا شوي غزة كلها شارعين يلفوا لفتين وبيرجعوا على طول طب يالله بس ما تأخروش على طول عمي